أزمة الصيادين ونضالهم ما زال مستمرا فحضر الصيد لم ينتهي والصيادون ما زالوا غير قادرين على العودة لعملهم دون أي تعقيب أو محاولة لحل الأزمة من قبل الجهات المختصة الأزمة سببها هو تضيق على الصيادين في محلات الرزق يعني بأخذون الأراضي بصادرون الأراضي بحجة أنه هاي محل محمي لتربية السمك أنه يثقات شرف السمك وهذا الإشي مش مظبوط هذا الإشي نابع عن المشروع اللي هو مشروع النفط في إسرائيل بصادروا الأراضي لأنه وبمنعونا نتصيد بمنعو السيد علينا بدون أي شيء أي تعويد شهرين الصياد ممكن يعيش في عائلات هناك يعني عالم عندها عائلات الولاد كتير اللي عنده عشرة اللي عنده سبعة اللي عنده أنا مثلا عنده أربعطاش فهمي كيف فيش منين أي أي مدخول والدولي كمالة بس عم بالضيق علينا أكتر يتوارث معظم الصيادين مهنتهم من الآباء والأجداد الذين قضوا صنين عمرهم في البحر فالعم محمود يعمل صيادا منذ أكثر من أربعين سنة وبالرغم من كبر سنه إلا أنه لا يترك البحر أبدا أنا المزبوط من وقت ما وعيت وأنا بالبحر كان عنده نشط وننزل إحنا أولاد يعني وإحنا في المدرسة حتى كمان ننزل وفي التنوية كنا ننزل نتسبح نتصياد وتعلقنا بالبحر ومشيات القصة فبقولوا من ننضيق عليهم بل كي بفلوا تدعي السلطات بأن الصيد يعمل على تلويث البحر ويؤثر على موسم تكاثر الأسماك ولذلك يمنع الصيادون من الصيد بل وتحدد الأماكن المخصصة للصيد وتضيق الخناق على الصيادين اشتركوا في القناة